موسيقى 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 في بداية أولا تسمية الطبل هي تسمية طلاقة من الآلة التي يعزف عليها وهي آلة عبارة عن سطوانة مغطاة بالجلد وكانوا يعزف عليها في القد يعني هذا التسمية للطبل سمية من الأداة التي يعزف أما الطبل هو قصائد هذه القصائد هي قصائد الشعر الملحون التي تؤدى في الطبل لكن أخذ التسمية مجازية معنى أننا سمية بالآلة التي يعزف عليها لما نأتي عند اللغوين في المجاز نستطيع أنها مجاز مرسل علاقته الآلية مثلا المنظامين أننا نجد أنه فيه الكثير من الجوانب التي تخدم المجتمعات فيه المديح، فيه ما يدعو إلى التآخي، فيه يعني ما يدعو إلى نبز التفرقة بين المجتمعات فيه الكثير من القيم الاجتماعية التي تحافظ على وحدة المجتمع إضافة إلى القصائد الغازالية وغيرها من القصائد التي عاملت على النهوض بهذا اللون منها أو بهذا اللون الثقافي الذي يسمى بالطبل عندها ووجه من وجه الثقافة التي يجب الحفاظ عليها والنهوض بها وإظهارها للعالم ولما لا لذلك يعني نصح الشابي بأنهم يتمسكوا بالتراث ويدوهم عند ماله يعني يخذونه من أهل الإختصاص